قتل سائق شاحنة عسكرية إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه مزارع شبعة وفقا لبيان أصدره الجيش الإسرائيلي في حين أعلن الحزب استداف جنود إسرائيليين في موقع المالكية بنيران المدفعية وإصابتهم بشكل مباشر كما أعلن الحزب تدمير آليتين إسرائيليتين بمنطقة رويسات العلم إثر قصف بالصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنا تحتية لحزب الله في كفرشوبة ومركبة جنوبية لبنان من الجليل الأعلى ينضم إلينا مراسل العربي أحمد جرادات مرحبا بك أحمد عن آخر استهدافات حزب الله ماذا نعرف من خلال بيان الجيش الإسرائيلي أحمد نعم محمد عن سنهاول تقريب الصورة الآن من الموقع الذي استهدف في الساعات الماضية تحديدا في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية من قبل حزب الله والذي أدى الاستهداف إلى مقتل إسائق حافلة كان يعمل ضمن البنية التحتية التي ينشئها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة هذه هي مزارع شبع المحتلة والنقطة العسكرية التي نرى الأبراج تخرج من أعلى أو تظهر من أعلى القمة هذه هي أبراج لمنطقة رويسات العلم في داخل مزارع شبع المحتلة والمطلة والمقابلة لمنطقة كفر شوبة في الجانب اللبناني بالأمس وصل على ما يبدو إلى مقربة من ذلك الموقع عناصر من حزب الله قام وبتنفيذ وإطلاق صواريخ مضادة للدروع أصابت آلية أو شاحنة كانت تعمل في سياق إنشاء جدار داخل ذلك المعسكر وأدى ذلك إلى مقتل إسائق الشاحنة واحتاج ذلك عدة دقائق حتى نجح الجيش الإسرائيلي من سحب الجثمان وإخلاء تلك المنطقة وكانت عملية تخليص الجثمان تقع تحت إطلاق النار والصواريخ وتبادل إطلاق النار ما بين حزب الله وما بين الجيش الإسرائيلي هذه هي مزارع شبعة المحتلة والتي تواجد فيها عدة مواقع عسكرية عادة لا يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى داخلها هي مناطق عسكرية مغلقة فقط الجيش الإسرائيلي والشركات التي تعمل مع الجيش الإسرائيلي هي التي يسمح لها بالدخول إلى هذه المنطقة من مزارع شبعة المحتلة وحاليا الجيش الإسرائيلي يفحص كيف عرف حزب الله بتحركات الجيش في تلك المنطقة لسيما أن هذه العمليات على ما يبدو هي تقام منذ عدة أيام ويتم إدخال الشاحنات في الظلام ويتم إطفاء أنوار السيارات والمركبات كي لا يتم رصدها من قبل عناصر حزب الله ولكن بحسب صحيفة إسرائيل هايوم فإن الجيش الإسرائيلي سيفتح على ما يبدو تحقيقا أو سيفحص كيفية مراقبة ورصد حزب الله لهذه الشاحنات إضافة إلى إطلاق الصواريخ المضادة للدروع نحو الموقع العسكري إسرائيل منذ أن بدأ هذا التحصيد حاولت تحصين المواقع العسكرية الموجودة في مزارع شبعة المحتلة لسيما أنها أولى النقاط التي استهدفت في الثامن من أكتوبر كانت في داخل مزارع شبعة المحتلة بالصواريخ المتنوعة منها الصواريخ العادية مثل الكتيوشة وحتى قذائف الأهون وأيضا الصواريخ المضادة للدروع والتي تحدث إصابات مباشرة عندما تصيب هدفها بشكل دقيق منذ ذلك التصعيد وحتى اليوم محمد هذه أول مرة تنفذ فيها عملية من قبل عناصر حزب الله تؤدي بالنهاية إلى مقتل شخص في داخل مزارع شبعة المحتلة عادة ما كانت تؤدي عمليات حزب الله إما إلى عدم وقوع إصابات في ظهوف الجيش الإسرائيلي أو وقوع إصابات متنوعة ما بين الخطيرة والطفيفة وهذه المناطق تعرضت لمسيرات مفخخة وإطلاق صواريخ كتيوشة وأيضا إطلاق صواريخ مضادة للدروع ولكن الاستهداف الأخير محمد ربما كان الاستهداف الأعنف والذي أدى إلى مقتل سائق الشاحنة بعد استهدافه بالصواريخ المضادة للدروع شكرا لك أحمد جرادة مرسل العربي من الجليل الأعلى